خلينا ندلوقتي نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسكندرية اليونسكو أعلنت اعتمدها كأول محافظة في إفريقيا تقدر تحقق معايير الاستعداد للحد من مخاطر التونامي ده طبعا بعد المجهود الكبير اللي قابت به المحافظة في السناتين اللي فاتوا بالتعاون مع المهد القومي لعلوم البحار لتحقيق هذه المعايير خلينا نتعرف على تفاصيل للموضوع ده بالتأكيد الجهود السكندرية مميزة في هذا الأمر دكتور عمر زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات سونامي في اليونسكو معنا على الهاتف مباشرة في برنامج نصبها الخري مصر بعد التحية دكتور بالتأكيد الجميع يتحدث عن خطر ذوبان القطب الشمالي وارتفاع مستوى البحار حضراتكم ليكم استعدادات خاصة في الأسكندرية من أجل المحافظة على طبيعة هذه المدينة ممكن توضح حالنا بالتحديد عملته إيه علشان يتم اعتمادنا أو يتم منح هذا لقابلين صباح خير على صباح خير على سعادتك وصباح خير على سجمية السادة ومشاهدين ومشرفنا يكون مع سعادتك نوضح بس نقطة مهمة جدا أن الاعتماد الأسكندرية بنسبة لموجات سونامي موجات سونامي دي تحدث نتيجة ثلاث أشياء تختلف تماما على ارتفاع منسوب المياه نتيجة تغيرات المناك اللي هو إذابة الكب الشبالي ده جزء اللي هو ارتفاع المنسوب بتاع البحر نتيجة تغيرات المناك وعملية الإذابة بتاعت الجليد بتاعة الكب الشبالي واسفاها منسوب المياه ده بيؤثر على الشواطئ وتأكل الشواطئ وبيؤثر على الزراعات أما موضوع السونامي حضرتك فهو بحصل نتيجة ثلاث أشياء نتيجة إتزاحة ضخمة جدا لحجم الضخم جدا من المياه نتيجة حركة أرضية زي الزلازل أو نتيجة بركان ناشط يحصل بعسات جمدة جدا للبركان فيؤدي إلى زاعة حجم عمود كبير جدا من المياه حجم العمق ده بتاع المياه بيؤثر حوالي 3000 متر فطول 3000 متر فوليوم المياه بيتحرك بيؤثر على كل الشواطئ اللي حواليه لما يجي هذا الحجم من الضخم من المياه بيتحرك أو ده الحاجات اللي ممكن يقدر يعني إزاحة في البحر متقصت عندنا في منطقة كريت أو أبرس إسكندرية حضرتك تاريخيا تعرضت لموجات الحد الموجات السوريامي اللي أدت اتأثرت عليها 365 و1303 ده محركة تتذكر إنه هو غرق تدمير الفنار بتاع إسكندرية لو أدركت تذكر من التاريخ القديم لمصر فنيجي نبص إنه نقطة محددة جداً فيه طبعاً الموجودة تتعامل على مدار ثلاثين السابقتين من الآن يعني بدأنا فيه من 2021 إنه إحنا بندلق فيه عشان المدينة تتحطي في المعايير الدولية لموجات السوريامي بيئيسوا أول حاجة حجم التوعية للناس الموجودة على الساحل فتم عمل برامج في المدارس والجمعيات وده مرة لاجهة على مدارس سنتين بنحقق معلومات معينة توعية معينة لحجم الناس الموجودين في المنطقة الساحلية للمدينة ده أول نقطة تاني نقطة بتعامل معالي المحافظ السادة اللواء محمد شريف تم تشكيل لجنة لحد المخاطر لموجات السونامي وكنت تشرفت إن أنا أكون نائب رئيس اللجنة جرأستو وده ما تعود كل السادة المسؤولين في المحافظة وابتديني إنه نعرض عليهم إحنا عندنا حوالي المناطق اللي بتهدد اللي ممكن تعمل موجات السونامي هي منطقة أبروس ومنطقة كريس في الشمال دول أقرب منطقتين ووصول الموجة بيقبط حوالي 40 ديئة ووصول الموجة لمنطقة الأسكندريس فبالخلال ال40 ديئة المفروض بحافظة من دراحة تعملين المناطق خلال بتاع الخط الشاطئ إزاي عملية الأورنج إزاي لدينا إحنا وضعنا مجبوعة من المحطات لكياس منسوب المياه لإرتفاع منسوبية لإن أي حركة تحدث لدينا من المحط المشترك في الشبكة الدولية للموجات السلامية أن أي نشاط تبيتبلد في نفس الوقت فده بنبقى على اتصال مباشر مع المحافظة بأي حدوث أي نشاط فدي كل النقطة يتفع في لجنة من اليونسكو بتقيم هذه العناصر ويتحدث أدي إيه حجم التواياق المدينة أدي إيه حجم الموجود الأنشطة اللي تمت في المدينة قد يقل المحافظة مهتمة وعلى أساس معايير يا فندم طبعا بيتم اختيار المحافظة أو تم اختيار محافظة الإسكندرية على حسب هذه المعايير نشكر حضرية جزيز شكر دكتور عمر زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية لموجات تنامي بيليونسكو شكرا لحضرتك يا فندم شكرا لحضر المحافظة